قمت بقراءة أغلب الرسائل على الإنستغراب وأرى أن الجميع متحمس لهذا الفيديو لأننا كما عودناكم كل سنة في هذا التاريخ أن نقوم بمراجعة أفضل خمس لابتوبات للطلبة والجامعيين في الجزائر لسنة 2021 أتمنى أن تمر علينا هذه السنة وعليكم بألف خير السلام عليكم كيف حالكم أعزائي؟ أعتقد أن الغياب طال حتى أن اليوتيوب اشتاقل سماع صوت هذا الفتى لا علينا أتمنى أن تعذروني لإنشغالي أقدم لكم هذا الاعتذار من صميم القلب لأن الاعتذارات المفتقدة إلى العاطفة أسوأ من عدم الاعتذار أريد أن أوضح أن هناك ارتفاع كبير على مستوى سعار الأجهزة الإلكترونية عامة وقطع التجميعات بسبب الحالة الاجتماعية التي تمر بها البلاد وكذلك أنت كطالب في سنة 2020 بالأخص طالبة الإعلام الآلي والإلكترونيك والفيزيك والجيني سيفير والاقتصاد أنصحكم باقتناء جهاز جديد لا يقل عن معالج i3 ليكون عون لك في مسيرتك الدراسية إن شاء الله أول جهاز في القائمة لدينا لينوفو إدياباد 130 من أفضل الأجهزة نجاحا لهذه السنة أغلب مراجعات المستخدمين كانت إيجابية بشكل مثير لإهتمام تصميم البلاستيكي عادي إعتدنا عليه من شركة لينوفو كيبورد بسيط وسريع لاستجابة للضغطات شاشة فول إيش دي بحجم 15.6 إنش حجم كبير ومناسب يعني مساعة شاشة تسمح لك بمشاهدة الأفلام والحصول على مساحة عمل وأفضل تجربة مع وزن ممتاز 2 كيلو قرام فقط بالنسبة للمواصفات الداخلية لدينا i5 من الجيل الثامن 1.6 جيجا هيرترز مع بوس يصل حتى 3.4 جيجا هيرترز لدينا في التخزين 4 جيجا بايت للرام والتخزين لدينا 1 تيرابايت البطارية تصمت حتى 6 ساعات من الاستخدام أخيرا سعر الجهاز يبرغ من 7 ملايين حتى 8 ملايين في الوقت الحالي ثانيا معنا الديل 3400 الجهاز من شركة ديل وهو شبيه نوعا ما بالجهاز السابق تصميم بلاستيكي عادي وبسيط حواف شاشة صغيرة وجذابة بالنسبة للشاشة الكريستالية بدقة فول إيش دي بحجم 14 إنش والمواصفات الداخلية لدينا i5 من الجيل الثامن 8 جيجا بايت للرام و250 جيجا بايت SSD سعر الجهاز أيضا يتاره من 7 ملايين حتى 8 ملايين ثالثا لدينا Surface Pro 4 على باري هذا الجهاز راه يأجبكم بالأخص لبنات Surface Pro كما نعرف هي من شركة مايكروسوفت وهذا الجهاز هو عبارة عن 2 in 1 معناها تابلت و لابتوب في وقت واحد يعمل بنظام الويندوز الجهاز سهل للحمل 12 إنش فقط يعني يمكنك وضع في حقيبتك المدرسية عادي جدا مع الكاراريس استخدمه بأي طريقة في أي مكان وبأي وضعية يتوفر بعدة ألوان أزرق رمادي أحمر وأسود إلى آخره بنسبة المواصفات الداخلية لدينا i5 من الجيل السادس و 8 جيجا بايت للرام و 256 جيجا بايت SSD سعر الجهاز مستملايين ونص حتى 8 ملايين على حزب المكان رابعا ذكا راح نجيب لكم لكما سمي يومانية طبعاً لابتوب ديوليكس عدنا HP Spectre X360 كما تشوفوا كاف الصور خامات تصنيع الجهاز تخليك تحس بالفخامة كيتزو خصوصاً أنه الحجم ملائم مش كبير بزاف ومش صغير بزاف 14 إنش وزن حوالي 1.8 كيلوغرام يعني روح بزاف وهايل حتى يعني بالنسبة للسعر مواصفاته حاجة قوية بزاف يعني هذا لابتوب مخصص العمل ويعني حاجة مكتب وليس يعني لابتوب غيمر لهذا كان حاجة يقول لي هذا ما يصلح شو كيندي لابتوب غيمر سمى فارق أنك تكون هزم معك لابتوب غيمر راح يكون يوزم بزاف منه هذا سمى تعترفه حاجة خفيفة برك مواصفات عدنا i7 من الجيل الثامن 4.6 جيجا ترزم مع كرت نيفيديا ام ايكس مع 16 جيجا بايت للرام و 502 جيجا بايت السعر يبلغ من 14 مليون حتى 16 مليون على حسب البلاصة أخيراً خليتكم هذا في نهاية الخاتمة حتى نختمنا فيديو هذا العام بهذا الوحش لدينا الديل XPS 13 تصميم جذاب بسيط مريح للعين شاشة 4K المواصفات الداخلية i7 من الجيل الثامن 1.8 جيجا مع بوست يصل حتى 4.6 جيجا مع 8 جيجا بايت للرام و 512 جيجا بايت SSD للتخزين مع سعر يناسب الكثير وهو 13 مليون طبعاً سبباً حق الله هذا من خفض الظامن هذا يرجى للشاشة 13 إنش فقط الآن أوجه الشكر لكل شخص لنهاية الفيديو يكتب تحت الفيديو كلمة برتقال هيا خلي بنا نشوف طرش حال من واحد اللي يقول لنا المهم هذا ولي كان عندي متش صلي على رسول صلى الله عليه وسلم أتمنى لكم يوم موافقاً وهيا peace out